اشتركوا في القناة ومملكة البحرين مهمة وحيوية للغاية وفي سنوات الأخيرة ازداد تعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وبالإطافة إلى ذلك يحفظ البلدين على توسل وتعاون جيدين في الشؤون الدولية ويسعيان معا لحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أن زيارة جلال ملك المعظم إلى جمهورية الصين والتي أسفرت عن توقيع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذاكرات فهم ستعزز العلاقات والثيقة والأدية بين البلدين وأن على يقين أنه بالجهود قد البلدين المشتركة ستشهد العلاقات السنية البحرينية مستقبل أكثر إشراقا شكرا السادة جاي نعلم جميعا أن الثقافة هي الجسر الذي يربط بين الشعوب كيف ترين التعاون في التبادل الثقافي بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية التبادل الثقافي وتعلمي بين الصين ومملكة البحرين مثمر للغاية يعد معهد كونفشوس بجامعة البحرين من الصحامة لتبادل الثقافي بين البلدين ويكرس جهوده لنشر تعليم اللغة السنية والثقافة السنية وقد حظي بالترهيب واسع من قبل الطلاب البحرينيين كل عام يتعرف العديد من الطلاب البحرينيين على الثقافة السنية ويتعلمون اللغة السنية من خلال معهد كونفشوس ويسافرون إلى الصين للتراسة مما يعزز الفحن لمتبادل وصداقة بين الشعبين البلدين وفي مجال التعليم يدعمق التعاون بين الجامعات في البلدين بالاستمرار من خلال زيارات الأساتذة والتبادل الطلاب والبحث العلمي المشترك يزداد تبادل تعليمي بين الصين والبهرين بشكل متزايد وأنا على يقين أنه مع تطور العلاقات بين الصين ومملكة البهرين سيشهد تعاون في مجالات التعليم والثقافة فرصة جديدة ومزيدة من نمو شكرا جزيلا نعم الأستاذ جايلي أستاذ في معهد كونفشوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة البحرين شكرا جزيلا لك شكرا شكرا